السلام عليكم كديري اللي بس عليكم اتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وانتم ما كاتشاهدوا هالفيديو وان شاء الله اليوم جبتليكم وصفة ديال الخبيزة هي اوكلة شعبية وفوائدها صحية واحدة ربيعة كات نبت كنجيبوها وكنغسلوها مزيان وكنقطروها ومن بعد كنقطعوها كنقطعوها يلقيتها صغيرة ومن بعد كن كنفوروها او كنطيبوها في الكوكوت كل واحد كيفاش كيدير طيب ديالها انتم ما ري تقوم معي تشوفوا الطريقة ديال طيب ديالي كيفاش انا طيبتها وهاد الخبيزة اراها كتكون في فصل الشيتاء غادي نوضعو الخبيزة في الكوكوت اللي تقدر تبلع يعني ضروري خصا تكون تبلع وغادي نزيد علي حبة ديال المطاشا وغادي نحصر داك لعدس اللي فيها من الداخل وغادي ندير زوج ديال البصلات ديال شالوت غادي نقطعوهم وغادي نزيد عليهم نص ديال ليمة حمضة غادي نقطعوها لقطع صغيرة وبالنسبه للطوم غادي تقطعو خمسة او سست ديال الدريسة تقطعوهم صغيرا وغادي تزيد عليهم زيتون الى كان عندكم داك الانشرت ديال الضار تقدروا تديرو كان عندكم اي زيتون مهم تقدروا تديرو ما كان عندكم ما تديروش قاع وبالنسبة للتوابيل غادي نديرو ملعقة كبيرة ديالسكين جبير ونزيد عليها ملعقة كبيرة البابريكا أي التحمير ونزيد عليها القليل من الإبزار الفلفل الأسود ونزيد عليها ملعقة كبيرة الخرقوم وبالنسبة لكي يبغي الحار ولا يقدر يدير الهريسة ولا يدير الحار العادي ونزيد عليها ملعقة كبيرة من الكمون وبالنسبة للزيت نزيد نصف كأس زيت الزيتون ونزيد الملعقة صغيرة الملح يبقى على حسب الضوء هذا هو العبارة للزيت الزيتون تغير نصف كأس العنبة نصف دياله وغادي نزيد نصف كأس ديال الزيت الرومية بالقياس ديال كأس العنبة نفس القياس اللي درتوا في زيت زيتون غادي نديره في الزيت العادية وغادي ندير كأس ديال لما يعني كأس ديال العنبة يكون عامر غادي نزيدو على هاد المقادير وغادي نصد الكوكوت وغادي نخليها طيب غير على حسب ما تسمع الكوكوت أنا ها صفرة صفرة الأولى عشان ديال الدقاء يقول لا 15 دقيقة صافي وتدفع عليها وتكون واجدة وما تنسوشها البنات النار تكون نقصة بزاف وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزة بعد ما طابت كأتجي الديدة بزاف والماطق ديالها كي يجي روعة والبنات في الطياب ديالها ما تجهدو لاش البوطة خليوها نقصة بزاف والمدة ديال الطياب كتكون من عشان ديال الدقيقة 15 دقيقة غير تصفرها الأولى وتطفع عليها وكاللي كي يبغي أكلها غير فاش كأتطيب الكوكوت يبغي أكلها وكاللي كي يبغي أكلها فاش تبغي أكلها في الثلاجة الزيتون شو يديال الكمون والملحالة كانت خصاها تقدروا تحميوها في المقلة صافي وتبقوا تاكلوا منها وانتمنى ان شاء الله هالغزالة ديالي يعجبكم هاد الفيديو وما تنسونيش باللايكاتكم والاشتراك في القناة باش يبصلكم كل جديد وتفعيل الجرس وشكرا على المشاهدة وإلى فيديو قادم ان شاء الله